المسلمين من جهة أعتقد أنه الصورة اللي قاعد يتصرف بها الغرب قاعدة على الأقل تدعم في هذا التأويل وهذا التفسير أنا بيش نمشي معاكم بعد علاقة نحب نحكيه شوية على أما بعد شنو نستنعوه لأنه إن الحقيقة نبهت شوية في بعض الناس اللي يجيوا يقول جاء النصر وجاء الفتح هو بيش توفى القضية اليوم وتوفان الأقصى هو من سيحدد مفصليا القضية هذي ممكن أنا معا أكثر راهو أنتون أغمال مقول وش راينا هذي في تفاعل معاك وكل إناه الأسلح أكثر إني نمشي في أنه راهو حدث مفصلي ومنعرش تاريخي هام سيغير الأوراق سيبعثر أوراق البعض وسيغير حتى الخارطة كوسوسواء الجيوستراتيجية السياسية حتى الخارطة الجغرافية بوتات خا لكن قبل مثلا نتوا كيف نمشيو نشوف وزارة الداخلية في غزة المتحدث باسم وزارة الداخلية يقول بأنه خطة جيش الاحتدال اليوم في القطاع هي فصل الشمال عن الجنوب واضح اليوم أنه يجب فصل الشمال عن الجنوب والتعامل جهة بجهة يعني شوف خلينا نفهمه شنو تحب إسرائيل إسرائيل تحب الهدف الاستراتيجي هو إنهاء القضية الفلسطينية والتضح في السبعين سنة الأخيرة أنه لا يمكن أن تنهي القضية الفلسطينية إذا كان يبقى فلسطيني واحد في فلسطين فأصبحت تعتبر أنه إنهاء القضية الفلسطينية يمر عبر إبادة الفلسطينيين إبادتهم أو تهجيرهم أو إبادة جزء وتهجير الجزء الباقي أو تهجير جزء يهرب خوفا من إبادته محاولة إفراغ شمال قطاع غزة سيتلوه دفع جنوب القطاع إلى سنة دفع وثم أحديث على أنه تم إغراءات كبيرة لمصر من أجل أن تقبل بتوطين الفلسطينيين مش حتى في سنة بعيد على السنة باش ما يقعدوش يشكلوا خطر على الكائن الصهيوني طيب ثم هل تتصور أنت أنا سمعت بعض الساسة ويتحدثوا ما زالوا يحكيوا على من النهر إلى البحر يحكيوا على إسرائيل من النهر إلى البحر بناء على التوراة أنه ربي قال لليهود ولأنبياء اليهود كل مكان تشوفوا عينك أو تعبس في ساقك هو لك فيتحدثوا من دجلة والفرات حتى البحر المتوسط القاء بين ضفرين تهجير الفلسطينيين إلى مصر إذا كان نجح هذا سيدمر حاجة اسمها الدولة المصرية بعد باش جيد تهجير من بقية في الضفة الغربية إلى الأردن أليه تهجير سيدمر لأنه سيحصل في التوازنات الجديدة لأنه القنبلة عندك وانت تحاول تلقي فيها عن جارك فستنفجر عن جارك فهمتني بعد تهجير الغزاويين باش يتم تهجير من بقية من فلسطينيين في الضفة بما فيهم محمد عباس باش يهزوهم للأردن طيب وهذا يؤدي إلى تفاقم التناقضات في المجتمع الأردن وما إلى ذلك ثم هزيمة المقاومة في غزة يعني أنه الإسرائيليين سيتوجهون للبنان وباش يتشجعوا بهذا لمحاولة تركيع المقاومة في لبنان وتركيع كل لبنان ثم سيتوجهون إلى سوريا بوضوح ثم باش يصير تحالف دولي كبير نوح حاجة كما صارت في العراق باش يصير على إيران يعني نحكيه أحنا على تحولات جيوستراتيجية كبيرة برشا كبيرة برشا وضخمة جدا في حالة انتصار الإسرائيلي لأستبعده لجملة من الأسباب وأهم من الأسباب هذه أنه المنطقة لا تتحمل انتصارا إسرائيليا لغير قادرة على أنها الجار تبعات انتصار إسرائيلي على المقاومة في غزة نحكيه على حال فوضى في العالم الكل في حين أنه انتصار المقاومة نعتبر أنه يوقف هذا الصلف الصهيوني ويوقف إلى حد العدوانية الإسرائيلي أنا نحكيه على 25-26 يوم من القصف بعد 7 أكتوبر ونحكي على كيان قرّونا وأوهمونا وأوحاولنا وفاهمونا أنه يستطيع أن يهزم كل الدول العربية مجتمعا يهاجم بضع مئات من المقاومين بأسلحة يحاربوا بأسلحة صنعوها بأيديهم في 25 سنة تصب فيه على قطاع غزة أكثر من اللي صبتوا صبوا التحالف الدولي على أفغانستان في سنوات ما استطعتش أنها تحقق مكسب توصل المكان برين وتقول أنا بشنبات في المكان هذا يا الليلة وتلتجأ إلى الكذب والتمويه والتزيف والتزيف لإقناع الرأي العام متاحة أنها قاعدة تحاول أنا أعتقد اللي محققش حجب ستة برشة في 26 يوم من هذه الحرب الجهنمية ومن هذا العدوان الهمجي ومن هذه الإبادة ضد الإنسانية وضد البشرية أنا أعتقد أنه لا يستطيع انتصار على الإرادة التي تقف في وجهه والتي مكنت من كل هذا الصمود حرب 48 صار بعدها توسع للكيين المحتل في الأراضي الفلسطينية مشينا بعدها 67 النكبة 48 النكسة 67 توسع الجديد اليوم نحكي أنا ذولي بعد 67 من نحكي كان على اليوم 23 و7 أكتوبر 2023 ممكن الفرق الوحيد أستاذ عدن منصر أنه اليوم الضربة المباغتة كانت بأيدي فلسطينية ولم تكن بأيدي عربية والصراع أصبح من داخل فلسطين صارت مباغتة وضربة وعملية استثنائية من الجانب الفلسطيني هذين نقطة الأولى اللي ممكن الفرقاء ولي مهيش معاه 48 و67 هل ننتظر لقدر الله توسعا جديدا مطالبة جديدة خاطر راهو كيف نحكيه على التهجير يعني انتصار إسرائيل يعني توسع جديد يعني تغيير الخريطة لفائت المشروع الصهيوني الغربي ومزيد من التضييق على الشعوب المنطقة ومزيد من إدخال اضطرابات وعوامل عدم الاستقرار داخل دول المنطقة أنا نشوف الفرق الكبير ما بين اللي ذكرتهم سماح 67 48 و23 التحول صار من قبل التحول صار من الفين من انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان التحول صار من حرب 2006 حرب تموز حرب تموز التحول صار صمود غزة في 2009 التحول صار في كل المواجهات اللي صارت ما بين المقاومة والكيان الصهيوني منذ سنة 2000 سماح منذ سنة 2000 الكيان الصهيوني لم يحقق انتصار واحد نحكيه على 4 قرن نحكيه على 4 قرن منذ سنة 2000 الكيان الصهيوني عجز على أنه يستعيد قوة الرضع متاعه ويستعيد قدرته على فرض إيرادته في معركة برغم كل أسلحة متاعه برغم كل المساندة برغم أنه الغرب الكل مصطف إلى جانبه بكل الإمكانيات وبإمكانيات لا حدود لها عجز أنه يحقق يعني أنه يستعيد جزء بسيط من كرامته على ميدان القتال الوحشية اللي تشوفها في القصف هو دليل على أنه يعني نرجسيته وكرامته جرحة برشا 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 صور 7 أكتوبر لن تبحى من ذاكرة البشرية والإنسانية هذا مثال بسيط برشا على ما تستطيع الإرادة أن تصنعه الحروب التي تعادلت لكل حروب قدتها الأنظمة بطريقة متاع حروب الأنظمة بمصالح الأنظمة بفشل الأنظمة نحن نحكيه الآن على مقاومة وطنية ليست تحت تقف أنظمة سياسية وقادرة بالتالي على أنها تبدع قادرة أنها يعني تصنع أشكال مواجهة قادرة على أنها تجيب بها انتصارات اليوم نتحدث مثلاً على متظاهرين يحتجوا ضد وزير الخارجي الأمريكي بلينكين خلال اجتماع في مجلس الشيوخ لطلب مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا نتحدث على مناهضين للحرب في أمريكا يقولوا أوقفوا إطلاق النار في غزة الآن نتحدث عن أمريكيين مسلمين يقولوا البايدن لا تصويت لصالحك دون وقف إطلاق النار في غزة هذا من الجانب الأمريكي فقط يعني بخلاف الشعوب العربية التي انتفت